وليعلم أيضا أن التعبير بلفظ التمثيل أولى من التعبير بلفظ التشبيه بعض العلماء يقول من غير تشبيه هذا وإن كان صحيحا لكنه فيه قصور فالتعبير بنفي التمثيل أن تقول نثبت لله عز وجل الصفات من غير تمثيل أولى من أن تقول من غير تشبيه لوجوه ثلاثة الوجه الأول أن لفظ التمثيل هو اللفظ الوارد في نصوص الكتاب والسنة قال الله تعالى ليس كمثله شيء وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال ومعلوم أن المحافظة على الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية أولى ثانيا أن نفي التشبيه لا يصح لأنه ما من شيئين يشترك ما من شيئين اجتمع في صفة واشترك في صفة إلا وبينهما قدر مشترك فمثلا الله تبارك وتعالى له علم والمخلوق له علم اشترك في أصل الصفة لكن يختلفان في متعلقاتها ثالثا الوجه الثالث أن لفظ التشبيه صار عند بعض الطوائف من المبتدعة صار معناه نفي الصفات كيف ذلك؟ لأنهم يصفون أهل السنة والجماعة الذين يثبتون صفات الله يصفونهم بأنهم المشبهة يقول أن المشبهة فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات فعلى هذا نقول التعبير بلفظ التمثيل أولى لهذه الوجوه الثلاثة ترجمة نانسي قنقر